باء تفاعلات الأحلال المزدوج هي تفاعلات يتم فيها تبادل شقي مركبين لينتج مركبان جديدان وتنقسم تفاعلات الأحلال المزدوج إلى 1- التعادل وهو تفاعل الأحماض مع القلويات 2- تفاعل الأحماض مع الأملاح 3- التبادل المزدوج بين محليل الأملاح 1- التعادل في تفاعل التعادل يحل آيون الفلز مع القلوي محل آيون الهايدروجين من الحمض فيتكون الملح ثم يعود آيون الهايدروجين فيرتبط بآيون الهايدروكسيد المنفصل من القلوي مكونا الماء أي أن ناتج التفاعل هو تكون ملح زائد ماء ويمكن توضيح ذلك بالمعادلة الآتية حمض زائد قلوي ينتج عنه ملح زائد ماء مثال تعادل حمض الهايدروجين وهايدروكسيد السوديوم معادلة التفاعل 2- تفاعل الأحماض مع الأملاح يمكن حدوث تفاعل بين حمض وملح بشروط معينة وتتوقف النتائج على نوع الحمض ونوع الملح مثال تفاعل حمض الهايدروكسيد المخفف مع كربونات السوديوم نشاط ضع كمية من حمض الهايدروكسيد المخفف في زجاجة ضع كمية من كربونات السوديوم في بلون أدخل فوهة البلون في الزجاجة واقلب البلون بحيث تسقط كربونات السوديوم في الزجاجة ماذا تلاحظ؟ يحدث فوران في الزجاجة مما يدل على حدوث تفاعل بين الحمض وملح الكربونات ويتصاعد غاز يؤدي إلى انتفاخ البلون يمكن الكشف عن الغاز بامراره في ماء جير رائق فيسبب تعقره مما يدل على انه غاز ثاني اكسيد الكربون معادلة التفاعل ن اي سي او ثري زائد تو اتش سي ايل ينتج عنه تو ان اي سي ايل زائد اتش تو او زائد سي او تو ثلاثة التبادل المزدوج بين محليل الاملاح تكون هذه التفاعلات دائما مصحوبة بتكوين راسب ومثال ذلك عند اضافة محلول كلوريد السوديوم الى محلول نطرات الفضة يحدث تبادل الايونات ويتكون راسب ابيض من كلوريد الفضة بينما تبقى نطرات السوديوم الناتجة ذائبة في الماء معادلة التفاعل ن اي سي ايل زائد اي جي ان او ثري ينتج عنه ن اي ان او ثري زائد اي جي سي ايل اشتركوا في القناة